اشتركوا في القناة وظل تحت الثلوش كل هذه المدة الراعي كان بعيداً عن بيته سبع كيلومترات جبل بوبلان بتازة وكنا نود أن مروحيات التي كانت تستعمل لإنقاذ السياح في كثيم الورطات التي يقعون فيها في المغرب أن تتحرك لنجدة هذا المغربي ولكن لا إله الله محمد رسوله والذي آلمني أكثر هو تصريح الناطق الرسمي للحكومة حينما سئل عن هذا الراعي وقالي عن المروحية كانت تجوب وكذا ونثمن هذه المبادرات الشعبية التي كانت تتحرك من أجل الوصول إليه يعني تثمنون مساكين الناس اللي يبقوا في مرد يلا العربية يتبشوا في الثلج انتا عمي طنص باش يتصبوا لله الله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وخمراش تسين لأن جمود العين من قسوة القلب والله يا نم غاربة مساكين إلى مساكين والله يا نم غاربة إلى مساكين كنا نتمنى أن تختفي تلك المظاهر في الجبال عندما يسقطوا الثلج الولي يدي يموت ويدي يلفاش في الصندوق حتى يمشي الثلج وييدفنه والمرا مساكيناء الحامل تنزف وتموت لا طريق ولا مستوصف قريب إلا الله لا رحمة إلا الله وإحنا يا هذي سبعين عام لا مش عملة لدينا استقلال مش عملة لذوي ستين عام لذوي ستين عام لتعني استقلال يبا ولم نفك العزل عن الدواور كل عام نبقاوه آه ربي الضوار الفؤولاني آه ربي الضوار نبقاوه دايما هكذا ولذلك نسأل الله أن يرزقه الشهادة نسأل الله تعالى الصبر لذويه ونسأل الله أن يبدل حال هذا البلد إلى أحسن حال ونسأل الله تعالى أن يقيض لهذا البلد الذين يخافون الله يا ابن عمي يا ابن عمي عمر كان يقوله لو أن بغلى 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 عثرت في العراق لا خاشيت أن يسأل عنها عمر لما لم تصلح لهذا الطريق هذا البغلى إلا عثرت ماشي مات هذا ولدنا مات ولا إلهي الله الكلمات مكانش التي تعبر عن فذاحة الخطب ولكن ناحونا ولا قوة سعي الله بله ناحونا ولا قوة سعي الله بله